السلام عليكم و مرحبا بكم انتمنى ان شاء الله تكونوا كامل ملاح و تكونوا في صحة جيدة سوف ندروا جج محمار بطريقة مختلفة وسريعة و يجي جدا رائع يعني ايش نقول لكم تبعوا طريقة اهنا بالنسبة للجج اليوم سيكون كما قلت لكم طريقة سريعة راح تولم بزف نسل الخدامات و سوخته لما عندهمش الوقت اول حاجة نجيبوا الججة كما تشوفوا هاد الججة قلبتها على دهرها هاد السرسول يجي سويسوه مع الرقبة يجب ان نقوم بالنسبة لها يجب ان نستعملوا المقص لها يساعدنا و لا يفسدنا كامل الججة و اكيد الموس هو اللي سيعاوننا نقوم بالنسبة لها الرقبة من بعد اكتشوفوا هاد الججة في الوسط نقسمها باللموس لا نقسمها حتى تحتها غير شوية بشيء نقلبها تحكم لي لعفة و موجي مليحة لا ننسى وشدوك كامل يجب ان نقوم بالنسبة لها مليح مليح بالقارس و الملح من بعد اجبتها فرشت هذا البلاتو وضعته فيه ساير داير عليه لا يجب ان تخلي ولا بلازة احكمت الموس و بديت نبي كيفي يجب ان يكون الججة حتى الليل تحتها احكمت الموس الحق البلاتو بهذا الشكل حتى تتبيه لها تدخل ممهو يطيب و يجب ان تشرب المليح بهذه المغينات كما راكو تلاحظوا اني بيكيتها متطرف للطرف و دكا بالنسبة لها مغيناتها اليوم ستكون سهلة وبسيطة المهم في متناول الجامع درت واحد ستاريسان و ستسنينة شوية على سلحانوت شوية فلفل كحل و الملح و نزيد العكري العكري لازم يجي حيطينا بنا وتاني مليح و تتحدي الججك عندما تتحمن اضافة المليحة بدأت فنجل تعزي جوجه وتحب النجاح نضيفه و نصف فنجل تم الخل و نخلطه بمليح اذا احت للتفنج و لا نن�سى الرشعة زعيترة من شخص يتم الخلط كمية كبيرة زعيترة سيدي و نصبحت هذا الجوج بلبسل وطماطيش وشوية عز زيتون يعني احتوالم هاد الجاجة اهنا درتو حتى تحبت على البسل قطعتهم ايفيلي المهم كي تقطعوهم قطعوهم فرقي وقعك باش يطيبونا تمتم ويدبالو هنا يا بزاف يديرو بابي آلي من يوم ونبداية قناتي جامي طيبت به ونكرهو اصلا بسكو علاشا حيخليلكم هاديك الجاجة اجي ما تجيش بنينا ما فيها حتى بنا بالنسبة لهذا ورق الطبخة حياتي لكم وفي نفس الوقت يطيبها لكم ويخليها لكم طريقة فرشت هاداك البسل فرشت الطماطيش درت زجوري قطع الرند من بعد نحط لها ماغينات كامل في الجاجة ونحطها في البسل وطماطيش شوفو دوك كتب هادي الجاجة تتشرب وتجي مليحة وتجي بنينة شوفو كيفاشاني ندخل في هاديك الماغينات فوسط الجاج وتكوش نديرو لها نديرو لها مرسو تعزب دا يعني واحد المغرفة كبيرة نحط لها مرسو تعزب دا يعني اضطر لنا الجاجة وفي نفس الوقت اجينا بنينة وتخليها تتحمر مليح احنا يا بعد ما نحطو هادوك المرسو تعزب دا نصيحة لنا نطيها لكم توجو قبل ما تدخلوا الجاجة خلو الفوق تسخن حوالي 4 ساعة مقبل بشي سخن مليح من بعد وش نديرو نجيب ورق طبخ واحد اخر ونغطو كامل هادي الجاجة وشوفو كيفاش نديرو ننكمش مليح في هادك تحضب زيتون فيولي لحياتي وحد البنافع الجاجة لنا نغطيها مليح وطبخ تحضب حتى مهم شوفو كيفاش نكمش ورق الطبخ تحيحك باش يحكم بلاستو من بعد ندخل هادك اللي على بره ندخلو ونقعد ندور فيها المهم حتى تتغطى وعلي تتغطى لكم مليح وتتاكدوا بلي يجب عليكم سنيمه واحد اخرى وتحطوها من الفوق ودخلوها في الفوق ونقلو 40 دقيقة انايا كيف تحط لها هادك برقة طيبة نحيتو وخليتها تتحمر من الفوق غير عشر دقائق شفتها تتحمرت خرجتها يعني سهلا مكيش اسهل من هادي ستقيني نقلو واحد الساعة تكون طيبة واحد العشر دقائق تشد لك غير ما بين تنقل الجاج وتوجدي لزانك غيديو هادا مكان احنايا بعد ما طابتلي شوفوا كيفاش تلقت هادك الزيت تتلق لكم لأسوسة هنا تقضو ترافقوها مع الباطاطا تقضو ترافقوها مع الروز حتى تقضو ديروها مع البرغل شوفوا الله يبارك جتنيزو جتباسا كبار من هادي بسلو طماطيشو الزيتون وقعد ليقوا جابل نلاحي بارك هادا هو شكل نهائي تلجاجا المحمرة اللي بطريقة مختلفة وشكلتها يجيب زافراقي سخطو الى ديكوريتو البلالالا ودريسيتوه بطبع وشالنا تعزربة هنا مش يزع ما قاعدا نتفنن وانا المهم يأكلو حاجة بنينا شوفوا بش تتأكدو مية بالمية بليل جاجاتها كمرا هي طيبة حتى اللي تحتها ونعرفوا بليس در يجينا شوفوا ما يطيبننش مليح باقونت بهذه الطريقة راح يطيبوا السير كامل هو كينغطو الجاج بورق الزبدة انا حتى اللي كتفتع للحم نديرو بهذه الطريقة ويجيني زبدة وش نحكي لكم اهنا تكون وريلكم لداخل كيفاش طابلي الكويس جايت فتت شاهدكم في الجناح حبيباتي انتمنى انا فيديو تعالي يوم تكون خفيفة ضريفة عليكم انتمنى تكونوا استافدتم ومنعوه وتبقى ما بقى ليغين قلكم بقاوا على خير تهلا في روحتيكم ولا فيديو لاحق ان شاء الله ما تنسوش الى عجبوكم هذا الاسوب وهدي اه شلاده ان شاء الله نخليها لكم في صندوق الوصف بقوا على خير تهلا في روحتيكم ولا فيديو لاحق ان شاء الله مع السلام اشتركوا في القناة